النبي انت اه والنبي اللي يخليك انتابهوا معاي والنبي والنبي الناس اللي محبطة والنبي الناس اللي خايفة على البلد نسمعون البنك الدولي بيقول انه الديون اللي على مصر الدولارات اللي على مصر الدين الخارجي اللي على مصر كان 157 كان 155 بقى 154 كان 155.7 بقى 154.9 يعني قل بنسبة 720 مليون دولار الناس بس اللي خايفة ومرعوبة وكذا سددنا اللي علينا سددنا الاقصاط اللي عندنا عقيدها جبنا بضعيتنا من برة فافرجنا عن البضائق اهو افرجنا بيقول النهاردة رئيس الوزراء النهاردة بيتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق وجراءات تيسير الافراج عن البضائق بالمواني من خلال اجتماع حضروا الدكتور مصطفى مدبولي علشان موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق الاسي اي واجراءات تيسير الافراج عن البضايع بالمواني قال المباقة في العاصمة الادارية انه تم الافراج عن كل البضايع القديمة الموجودة ورجعنا الوضعينا الطبيعي والأسعار هتنزل ده قال رئيس الوزراء رئيس الحكومة قال كده قال ايه؟ قال امبارح وقلناها امبارح انه تم الافراج عن كل البضايع التي كانت متأخرة في المواني وكانت هذه البضايع المتأخرة هي الشماعة والحعجة اللي بتتلم عليها الناس والتجار زودنا الاسعار عشان ما فيش بضاعة بتيجي من برا خلاص البضاعة دخلت العلف بتاع الدواجم دخل عشان البيض والدواجم والاسعار وغيره كل تاجر يلمي نفسه من التجار اللي كانوا جاشعي ليه؟ لان البضايع اللي كانت مقدسة في المواني دخلت ورئيس الوزراء امبارح قال هنعود الى سيرتنا الاولى وترجع الاسعار تاني زي ما كانت في شهر فبراير من العام الماضي ننتظر ونترقب ونشوف ونتفاعل يا جماعة بس ارجعوا وشوفوا صندوق الدولة الايه؟ والنهار دا رئيس الوزراء بيقول بيراجى مع القائمين على منظومة الاس اي بحضور رئيس المحافظة البنك المركزي ووزير المالية ورئيس مصرعة الجمارك واخرين واكدوا انه الامور ماشية بشكل يعني كما هو مخطط والسفير نادر سعد المتحدث باسم رئاس مجلس الوزراء قال انه تم استعراض الموقف الخاص بالبولوس الموجودة في المواني وقيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الاس اي اي وايضا قال اجمال المفرج عنه من البضائع خلال الفترة من 24 ل28 يناير بلغ حوالي 794 مليون دولار يعني معناها انه البضائع الموجودة في المواني خلاص تم الافراج عنها والامور رجعت وضعات طبيعي تبقى لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء وعد من الاسعار تنزل خلينا نشوف فقا الاسعار وانا بقول تاني اهو رئيس الوزراء امبرح قال انهينا ازمة تراكم السلع والبضايع في المواني وراجعنا لما كنا عليه قبل فبراير الماضي يعني معناها الاسعار هتنزل فعايزين نشوف الاسعار تنزل عايزين نشوف الاسعار تنزل عايزين نشوف حاجة يعني نمسكها بقدينا فعايزين يا جماعة التصرحات الحكومية يكون لها اثر على الارض فيشعر بها المواطن في جيبه هذا الخلاص